مشهد حفة الهوية الذي تعيشه العملية السياسية يواصل الاستمرار بفصول ملتهبة فإلى الحرب الكلامية تحولت الأزمة بمراحل جديدة لتبقي باب التوتر مفتوحا على مصرعيه وارتدادة صدى ذلك التوتر حاضرة يرافقها دعوات للتهدئة لا للتصعيد لغة العقيل والحوار هو الأجدى وسيلة للخروج من هذه الأزمة الحالية أما أن تستخدم هذه النزاعات والمصادمات المسلحة هذا شيء خارج عن القانون وخارج عن السياقات السياسية والدستورية وخارج عن الشرعية الأخلاقية إمكانية المراهنة على سيناريو الحلول الناعمة لا يزال متاحا فتحقيق أي سيناريو يتوقف على طبيعة الفعل وردة الفعل بين الصدر والإطار حلول قد تكون مبادرة الحوار التي دعا إليها رئيس الوزراء أوفرها حظا وفق مراقبين لحلحلة تعقيدات التعثر السياسي لا مجال غير الحوار أنا في تقديري إذ أن عدم وجود الحوار الأزمة تبقى موجودة وتستفحل وربما تسبب نتائج مأساوية لكل الأطراف لا يوجد كاسب ورابح بالمسألة الجميع خاسر تطورات مستمرة نهايات مبهمة والمشهد ضبابي لسيما وأن مسببات الأزمة لا تزال موجودة مع إمكانية عودة العنف السياسي مع السمرار الخطاب المتشنج قراءات قد تختلف مع ميلان كفة الحوار على كفة التصعيد مؤخرا عند أغلب دوائر القرار من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير